على تلال قرية قريوت شمال الضفة الغربية حيث يتزاحم الاستيطان ويحاصرها احيى الفلسطينيون الذكرى الثامنة والاربعين للنكسة العشرات انطلقوا في مسيرة منددة بالاحتلال والاستيطان وسط القرية وصارت باتجاه الاراضي المصادرة بامر عسكري اسرائيلي وكما في كل مرة تعامل الجيش الاسرائيلي مع المحتجين بقنابل الغاز المدمع والرصاص المطاطي فاصيب العشرات هذه قريوت يعانون الامرين من هذا الاستيطان هناك توسعات استيطانية من مستوطنة شيرو ومستوطنة عيلي واغلاق الشارع الجنوبي وهي شارع العين الذي يربط قريوت مع كافة المناطق يغلقه الاحتلال ولن يرهبنا قمعه واعتقالاته وهمجيته ضد اهالي قريوت اسبوعيا سننطلق يوميا سننطلق هذا المشهد يختزل ما يعيشه الفلسطينيون خاصة عندما يحتجون ارض اما محترقة لا حياة فيها او كانت لهم واصبح يحيا فيها المستوطنون بامان انهاء الاحتلال بشكل كامل وقيام دولة فلسطينية غير ذلك المنطقة متجهة الى وضع اصعب والى وضع سيء اصعب من نكسة عام 67 ومع مرور السنوات يتعظم هنا شعور الغضب المتراكم بفعل انسداد الافق السياسي ما ينذر بجولة مواجهة كبيرة قادمة نكبة فنكسة فاحتلال فاستيطان فجدار مشهد مقتض بالاحداث اراد الفلسطينيون من خلاله رفع الصوت بانهم في معازل مقفلة وانهم بكل الاحوال ضد الاستيطان كراستوت في سكاينيوز عربية قرية قريوت شمال الضفة الغربية